اشتركوا في القناة ونظمه اكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية وفي بداية اللقاء اعرب سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي عن شكره وتقديره لاصحاب السعادة السفراء المشاركين في جلسات الملتقة على جهودهم المبذولة في خدمة مملكة البحرين وتعزيز مكانة المملكة الدولية وخلال اللقاء اكد سمو مستشار الامن الوطني لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تمثل نموذجا رائدا للسياسة الخارجية القائمة على مبادئ الاحترام والتعاون الايجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى مع التأكيد على سيادة المملكة ووحدة اراضيها وحماية امنها والدفاع عن مصالحها واشاد سمو اللواء الركن شيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي اشد بالدور المهم الذي يطلع به جميع سفراء مملكة البحرين في الدول المعتمدين لديها في دعم مجالات التعاون المشترك وفتح افاق جديدة لمزيد من الشراكة المثمرة بما يخدم العلاقات الوثيقة التي تربط البحرين بهذه الدول موجها سموه السفراء الى الاهتمام بمصالح ابناء المملكة في الخارج ورعايتهم والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم واشدد سموه مستشار الامن الوطني على اهمية دعم وتفعيل الشراكات القائمة واجاد المزيد من فرص التعاون لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية خاصة في مجال مكافحة الارهاب واحلال السلم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ودعا سموه الواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي الى استدامة تعزيز التحركات الدبلوماسية البحرينية في ضوء الانجازات والمكتسبات التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات بما يواكب مسيرة الاصلاحات الشاملة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 الى جانب المستجدات الاقليمية والدولية وجرى خلال الاجتماع استعراض القضايا والموضوعات المطروحة على جدول اعمال الملتقى من جانبهم رفع سفراء مملكة البحرين في الخارج رفعوا بالغ شكرهم وامتنانهم لسموه الواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي واعتزازهم بتوجيهات سموه الكريمة للارتقاء بالاداء الدبلوماسي الى افاق رحبة والتي تشكل حافزا لهم لبدل المزيد من الجهود بما يحقق اهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين